اذا تكلمنا عن حالة انسداد القناة الصفراوية اللي هي بتصيب بعض الاشخاص وبالتحديد يهمنا ان احنا نذكر الاعراض اللي هي هتظهر على المريض لما يصاب بانسداد القناة الصفراوية في البداية احنا سابق ان احنا اتكلمنا عن القناة الصفراوية او الصفراء وعرفنا ان الكبد بيوجد فيه جزء وهي حويصلة توجد اسفل الكبد هذه الحويصلة بتختزن سائل يعني لونه اخضر او مائل الى اللون الاصفر وهو السائل المراري او مادة الصفراء طبعا الصفراء ليها اهمية كبيرة في هضم الدهون وفي هضم بعض المواد الغذائية وازابة بعض الفيتامينات احيانا القناة الصفراوية اللي هي القناة اللي بتقوم بتصريف هذا السائل من الكبد الى الاثن عشر او الى الامعاء الدقيقة لاستخدامه في عمليات هضم الدهون هذه القنوات هي متموعة من القنوات احيانا يصاب هذه القنوات تصاب بالانسداد بيتم انسدادها بفعل الحصوات المرارية اللي بتتكون داخل المرارة وبالتالي ده بيعيق انتقال السائل المراري من الحويصلة الصفراء او من الكبد الى الامعاء في جسم الانسان اذا الكبد لم يستطع ان هو يتخلص من هذه الصفراء او ظل هذا السائل المراري محتجز داخل القنوات الصفراوية او داخل الحويصلة الصفراوية ولم يتم تفريغه فده مع مرور الوقت بيصيب الحويصلة الصفراوية بالالتهاب وايضا يمتد هذا الالتهاب للكبد بيصاب انسجة الكبد بالالتهاب وبيبدأ تظهر اعراض على جسم المريض وبيبدأ يعاني المريض من مشكلات صحية متعددة كمان انسداد الحويصلة الصفراوية ده ممكن يسبب انفجار الحويصلة الصفراوية واذا انفجرت داخل تجويف البطن بتكون مشكلة كبيرة جدا للمريض واحنا سابق ان احنا تكلمنا عن انفجار الحويصلة الصفراوية في فيديو سابق لما نيجي نتكلم عن انسداد القنوات الصفراوية زي ما ذكرنا القنوات الصفراوية او الحويصلة الصفراوية او المرارة يعني لها مسميات عديدة او السائل المراري هذا السائل مهم جدا وهو بيفرز من الكبد وهذا السائل اللي هي الصفراء او الحويصلة الصفراوية او السائل المراري بيحتوي على مخلفات البلوروبين الموجودة في الدم كمان بيحتوي على الكوليسترول وعلى املاح صفراء الكبد ده مكونات السائل الصفراوي او السائل المراري الموجود داخل الكبد هذه الاملاح بتساعد الاملاح الدقيقة زي ما ذكرنا في هضم الدهون وعند مرور الصفراء عبر القنوات الصفراوية من الكبد للمرارة بيتم تخزينها في الحويصلة المرارية اللي هي موجودة هذا الكيس الموجود اسفل الكبد ويتم تخزينها الى ان يتم استخدامها او الحاجة لها يتم تفريغ جزء منها بالتدريج في الاسن عشر او في الامعاء لحفاظ على هضم الدهون والاستفادة من تفتيت الدهون في الجسم عندما تنسد الصفراء بسبب تراكم الكوليسترول وتكون حصوات هذا يؤدي الى اصابة الكبد بالالتهاب وبالتالي تتراكم الصفراء في الكبد ويتراكم بروتين البيلوروبين في الدم وبيظهر هذه الاعراض على جسم المريض بنقول هذا المريض يعاني من تراكم او ركود الصفراء في الجسم اذا انتقلنا الى الاعراض اللي هتظهر على مريض ركود الصفراء المصاب بركود الصفراء او بتراكم الصفراء طبعا الأعراض بتبدأ ظهورها تدريجيا على مدار فترة طويلة من الزمن ممكن تاخد سنوات لأن تكون الحصوات المرارية شأنها شأن أي حصوات بتتكون في الجسم زي الحصوات البولية هذه الحصوات بتتراكم بالتدريج مع مرور الأيام وليس فجأة إنما بتاخد وقت كبير جدا بتبدأ حبيبات أو جزيئات الكوليسترول تترسب وتتكتل مع بروتين البلوروبين ومع أملاح الصفراء فتبدأ تكون حصوات متكلسة هذه الحصوات بتبدأ بالتدريج تسد مجرى الصفراء في الكبد طبعا نتيجة ارتجاع الصفراء في الكبد أو عدم قدرة الكبد على تصريف الصفراء والتخلص منها بيبدأ تتراكم ويصاب المريض بركود الصفراء وده طبعا بيأثر على قدرة الأمعاء على هضم الدهون وبيأثر أيضا على قدرة الجسم في امتصاص المواد المهمة لحياة الجسم زي الفيتامينات والغزاء اللي ممكن أيضا هذا الغزاء يحتاج أو يحتاج على الكوليسترول اللي الجسم الإنسان بيحتاجه من الأعراض اللي بتظهر على مريض ركود الصفراء هو أن المريض دايما بيشتكي من شعور بالحكة الشديدة في الجلد كمان من أبرز وأشهر الأعراض تحول لون الجلد لللون الأصفر والحالة دي بتعرف بحالة اليرقان وبتكون نتيجة إعادة طرح مخلفات بروتين البيلوروبين في الدم مرة أخرى طبعا هي من أكثر الأعراض زي ما ذكرنا تمييزا لمشاكل الكبد هو اليرقان وهو تلون بشرة جسم المريض باللون الأصفر وبياض العين بيصبح باللون الأصفر فده بيدلع أن في مشكلة في الكبد كمان المريض بيشتكي من ألم في البطن وخاصة في جهة الكبد في الجهة اليمنى وبالتحديد في المنطقة العلوية من البطن في الجهة اليمنى أيضا من الأعراض اللي بتزعى المريض هو التعرق الليل والإصابة بالحمى والتعب وفقدان الطاقة لعمل أي شيء المريض بيعاني من كسل رهيب وعدم قدرة على القيام بأي شيء كمان فقدان وزن وده بيكون ناتج عن فقدان الشهية المريض مالوش نفسي يتناول الطعام وبالتالي بينخفض وزنه بصورة ملحوظة آخر حاجة بالنسبة لعلاج انسداد القنوات الصفروية في الجسم آآ إذا تم تشخيص هذا الانسداد طبعا بعد إجراء التحاليل وبعد معاينة الطبيب المتخصص وبعد تصوير الأشعة يعني أشعة على البطن بيتم تحديد سبب مشكلة انسداد الصفراء والطبيب بيبدأ ممكن يميز الحصوات وجود حصوات في القنوات الصفروية إذا كان هذه الحصوات لازالت صغيرة في الحجم فممكن أن الطبيب يصف دواء معين بيعمل على تفتيت هذه الحصوات والتخلص منها وبالتالي سهولة تصريف السائل المراري مرة أخرى آآ بالإضافة إلى أن الطبيب طبعا بيطلب من المريض أنه يلتزم بنظام غذائي معين بيقلل الدهون قدر الإمكان وبيقلل الكوليسترول علشان يقلل من ترصيب هذه الحصوات وهذه الجزيئات في الكبد في حالات أخرى إذا كان الحصوات حجمها زاد وأصبح الانسداد شديد في القنوات الصفراء فبيكون الحاجة هنا لتدخل جراحي عاجل علشان نقدر نسلك هذه القنوات فطبعا بيعتبر الخيار الجراحي خيار وارد جدا وفي معظم الحالات لأن زي ما ذكرنا انسداد الصفراء ده بياخد فترات طويلة ممكن سنوات فممكن الانسداد يكون شديد جدا ويجب التدخل الجراحي كمان إذا كان الإنسان أو المريض أصاب بالتهابات بكتيرية أو عدوة بكتيرية فمن المطاقع من طبيبها يصف مضادات حيوية مع العلاج وإذا كان الانسداد في القنوات الصفراء بسبب السرطان فطبعا القنوات الصفراء في هذه الحالة بتحتاج إلى التوسيع واستقصال الأجزاء المتورمة من السرطان من هذه القنوات لسهولة تصريف السائل المراري ومعظم عمليات الصفراء أو المرارة في الكبد بتتم بالمنظار وبتكون نسبة نجاحة عالية جدا ولكن زي ما ذكرنا الطبيب بيلزم المريض بنظام غذائي بيلتزم به غالبا طول فترة حياته وبعد كده علشان يقلل من إمكانية تعرضه لمشكلات الصفراء أو مشكلات الكبد في المستقبل ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضحها لحضراتكم بخصوص الأعراض اللي بتظهر على المريض نتيجة انسداد القناة الصفراء في الكبد في النهاية نعجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الإعجاب نتمنى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء علشان تعم الفايدة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات علشان يصلكم جديد الموضوعات اللي احنا بنقدمها لحضراتكم في النهاية نتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد